أكد نائب ركن التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز العقيد عبد الباصط البحر تواصل العمليات العسكرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال التي تشهد انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية وقال البحر لقناة يمى الشباب أن قوات الجيش الوطني بحاجة للدعم والإسناد بالأسلحة النواية والتغطية الجوية من مقاتلات التحالف العربي فضلا عن حاجتها الدعم المادي بالمال والذخائر والتغذية المعركة في تعز مجتمرة المواقهات في أكثر من جبهة بمختلف أنواع الأسلحة بمختلف الأعيرة النارية لا زالت المواقهة حتى الآن في أكثر من جبهة فتحت جبهة جديدة طبعا جبهة تعز تحتاج الدعم تحتاج إمكانيات وإسناد وبمختلف أنواع الدعم ابتداء من الأسلحة والتغطية القوية والتغذية والذخائر والدعم المالي والإسناد بمختلف أنواع الدعم ودعا متحدث محور تعز العقيد عبد الباصط البحر الحكومة والتحالف إلى دعم الجيش الوطني بالأسلحة النوعية كما دعا الحاضنة الشعبية إلى الالتفاف خلف قوات الجيش الوطني في معركة استكمال تحرير المديريات الخاضعة للميليشيا أتمنى المزيد من التنسيق والدعم والإسناد لمعركة تعز سواء على المستويات الرسمية في الحكومة الشرعية والسلطة المحلية والقيادة العليا أو من الأشقاء في التحالف العربي في مقدمتهم المملكة العربية السعودية أو أيضا من الحاضنة الشعبية والمقتدرين وكلهم في جبهته بالإعلاميين بالناشطين بالمساهمين بحملات الإغاثة بقوافل الرغاثة بمختلف أنواع الدعم والإسناد للقبهات حتى يستمر هذا الزخام وتستمر الانتصارات المعركة ستستمر بإذن الله تعالى حتى تحقيق أهدافها وحتى استكمال التحرير وحتى فتح جميع المعابر والمنافذ أمام حركة المواطنين وأمام حرية التنقل لهم وأمام تعز وارتباطه بالمحافظات الأخرى جميعا من جميع المنافذ الرئيسية اشتركوا في القناة